مستر موسماني ودي نقطة الثالثة والأخيرة وبعتذر على الإطالة هدخل في موضوعات حلقتنا وأخبارنا النهاردة بس دي نقطة ثالثة مستر موسماني من ساعة لما جيه مصر لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها والرجل محقق إنجازات كبيرة جدا تتفق مع أسلوبه تختلف مع أسلوبه تشوف إيجابياته تشوف سلبياته ده ما ينفيش في النهاية الأرقام والبطولات الحقيقة مع النادي الأهلي وعددها ستة وكلها بطولات كبيرة نتكلم على دولي نتكلم على كاس نتكلم على سوبر إفريقي نتكلم على اتنين بطولة أفريقيا وبنتكلم على لقب في كاس العالم الأندية أو ميداليا حققناها في كاس العالم الأندية وهي الميداليا البرونزية ستة ألقاب حققهم النادي الأهلي تالت عالم ده بيعتبر لقب بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبالنسبة لجمهور الأفريقية يعني فبالتالي الرجل على مدار سنة واحدة قدر يحقق ستة ألقاب مفيش مدرغوف لحتى اللحظة دي هو المدير الفني الوحيد اللي مخسرش ولا مباراة واللي مخسرش ولا نقطة في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري المحلي السندي ومع ذلك مش لاقي حد بيتكلم ومش لاقي حد بينتقد ومش لاقي حد بيهاجم غير مستر موسيماني شيء مش مقبول ومش منطقي ومش معقول على الإطلاق يعني أنا مش فاهم الراجل يعمل ايه تاني عشان ترفعه قديكم عنه ايه المطلوب من مستر موسيماني عشان الإعلام يبطل يهاجم الراجل في كل صغيرة وكل كبيرة وكان من الأولى ومن الأجدى ومن المنطقي ومن المقنع ان أنا شوف هجوم على كل مديري الفنيين اللي موجودين في بطولة الدوري ما هو محدش فيهم حقق اللي حققوا مستر موسيماني كل صغيرة وكل كبيرة كل سقطة وكل لقطة اسمه موسيماني موجود في جملة مفيدة كانت او غير مفيدة وده شيء الحقيقة ما بقاش مفهوم مين من مصلحته يعني ايه الهدف من هجوم على ميستر موسيماني المستمر ايه المصلحة من حالة التربص الشديدة جدا هل تتوقع مثلا حضرتك يعني انه تحصل ثورة فجمهور النادي الاهلي يضغط على قدارة النادي الاهلي وده اللي بمناسبة عمره ما حصل على نظر التاريخ فميستر موسيماني يمشي مين المستفيد لو ميستر موسيماني ما يكملش وده سؤال الجمهور النادي الاهلي على الاهلوية انهم يجاوبوا عليه مين المستفيد من رحيل ميستر موسيماني في الفترة دي في المرحلة دي عمركم شفتوا مدير فني رحل رغما عن ارادة ادارة النادي الاهلي ده فيه مديرين فنيين جم فقدوا بطولات يعني ما حققوش بطولات ما حققوش ارقام وانجزاتنا عن النادي الاهلي ومع ذلك النادي الاهلي او ادارات النادي الاهلي قدتهم الفرصة كاملة وفيه للأسف شديد جدا قلة يعني بتتشد للطيار ده فكرة انك انت تقعد تهاجم على الصغيرة والكبيرة اختلف او اتفل مع رجل كما شئت وما فيش مدير فني ملوش اخطاء انا بقولش ان الرجل يعني ماشي على الصلاة المستقيم لا بالتأكيد ليه اخطاء واحنا في بعض الاوقات حتى في السادسة هنا بنعبر عن رأي الجمهور اللي في اوقات كتيرة ممكن ينتقد اداء النادي الاهلي ضيوفنا اللي بيشرفون هنا في السادسة في عوقات كتيرة جدا بيقولوا انه ميستر موسماني اخطأ هنا كان مفترض يعمل كذا او يعمل تغييراته هنا ما كانتش موفقة وارد جدا لكن هل ده معناه انه المدير الفني الوحيد اسمه محطوط على كل الشاشات في حالة هجوم شديدة جدا وحالة تربص كفيرة جدا اعتقد لا مفهوم ولا معقول وانا هنا بكلم انا بكلمش واسائل اعلامة اللي بتهاجم هي ممكن بتشغل على الترند بتشغل على استرداد جماهير النادي الاهلي لكن انا بكلم جماهير النادي الاهلي ارجوكم خلي بالكم من النقطة دي جدا